ويتزامن الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية هذا العام مع العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تقدم مكانة المرأة البحرينية وسط منظومة مجتمعية ومؤسسية حريصة كل الحرص على دعم المرأة كثيرة هي المؤشرات الإيجابية التي تؤكد على تقدم المرأة البحرينية وحقوق وواجبات كانت المرأة البحرينية على قدم المساواة فيها مع أخيها الرجل في ظل عهد زاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه أينعت فيه المرأة البحرينية وقطفت ثمار إنجازاتها مؤشر المشاركة السياسية للمرأة البحرينية شاهد على ما حققته وهي التي انعكست على قناعة جلالة الملك المعظم والحكومة الموقرة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقدرة المرأة البحرينية وكفاءتها وهو ما أهلها لمواصلة تبوء المراكز المتقدمة لمواقع صنع القرار وهو ما برهنته أيضا تشكيلة الوزارة بوجود خمس سيدات يتولينا المسئولية في وزارات خدمية ذات أهمية حيوية إلى وتان على الإنجاز التاريخي بتمكن إحدى عشرة امرأة بحرينية من الفوز في الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2022 أما على صعيد المشاركة الاقتصادية أوضح تقرير المجلس الأعلى للمرأة التقدم الذي أحرزته المرأة البحرينية خلال السنوات العشر الماضية من الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022 إذ بلغت نسبة مشاركة المرأة البحرينية من إجمالي القوى العاملة الوطنية في عام 2021 نسبة 43% بعدما كانت 29% في عام 2012 وفقا للتقرير ارتفعت نسبة المالكات للسجلات التجارية النشطة من 39% في عام 2012 إلى 43% في عام 2021 أما من جانب المؤشرات الاجتماعية جاءت الأولوية ضمن الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة لتحقيق الاستقرار الأسري الشامل حيث سعى المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع جميع الشركاء إلى تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية الكفيرة بذلك وتطوير خدمات الإرشاد والتوفيق الأسري والبنى التحتية الداعمة لتوفير الوقاية والحماية النفسية والاجتماعية بما يحفظ خصوصية المرأة والأبناء في إطار تقنين أحكام الأسرة بعد جديد للنجاحات التي تسجلها المرأة البحرينية بكل جدارة واقتدار في كل المجالات وارتقاء بدورها لم يكن ليتحقق لو لا تكاتف جميع مكونات المجتمع رجالا ونساء لتحقيق رؤى جلالة الملك المعظم في دعم وتكريم المرأة البحرينية مرأة البحرينية